خليك معاي وتعالى نشوف الاهلي اللي هو متصدر مجموعته رغم نتيجة التعادل ما هو السبب الحقيقي عشان احب انا احب اخش على طول في الموضوع يعني ما هو السبب الطبيعي او الحقيقي وراء هذه النتيجة بالمناسبة هي ليست بالنتيجة السيئة الاهلي مازال متصدرا ولكن زي ما انا وانت متفقين مع بعض على انه كل حاجة في الدنيا انت لازم تخرج تشوف ايه ايجابياتها ايه سلبياتها عندك ايجابية اه ايه الاجابية ان انت متصدر لكن هل الاجابية ليه علاقة بالنتيجة لا لانك كنت تقدر تخرج من المباراة دي كسبان لانك سجلت هدف وقت مهم جدا في ديها 87 او ديها 88 هدف لبيرشتاو كنت تقدر تحافظ عليه ولكن ليه كانت النتيجة بالشكل ده عالسكة والدغري ومن غير لف ودوران عشان مش ده اداء لعيبة النادي الاهلي هناك حالة من الرعونة الزائدة لدى لعيبة النادي الاهلي كم الفرص اللي انا وانت شايفينه طوال المباراة مش طبيعي ما جيش واحد يلوم لي على مارس الكولر تعال وريك الانفرادات كانت عاملة ازاي واحد يجي يقول لي اصلا بص الانفراد بص حسيني الشحات لا ده الجون بتاع ده الجون بتاع يانجي افريكانز اللي بعده اللي بعده جون 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 يا كهربا جون انتهت القصة نتعازم هو بيرشتاو مين اللي المفروض بقى يتكلم هنا كولر يعني يعني هي المشكلة هنا كولر هو اللي انزل يسجل ولا اللعيب قرار قرار غلط مين اللي في القرار ده اللي قدامك ده غلط لعيب ولا مدير فني مدير فني ايه تاني بعد الانفراد اللي انتو شايفينه في الديئة اربعة وسبعين جون جون ما فيهاش كلام تاني ما فيهاش دي حاجات يا جماعة بديهيات مسلمات بديهية ده مش ده مش مدارب هتقول لي يا جماعة الانفرادات من فضلكم ما تتعروس على هتقول لي الانفرادات ورا بعدها جون ما فيهوش كلام. الدقيقة اللي بعدية هتلي بتاعت حسين الشحات. في الشوت التاني. جون. ما فيقاش كلام برضو. واحدة كهربا. واحدة حسين الشحات. واحدة كريم فؤاد. واحدة اه لا مش ممكن. كم من الفرص غير طبيعية. كل الفرص اللي انت عمال بيوريها لك خلال خلال على الشاشة كده زي ما انت ما شايف. كلها بتقولك ان الاهلي يقدر يكسب باهداف كتير. اذا نلعب فين? العب في القرار. لم يكن هناك قرارا صائبا واحدا في كم الفرص اللي اهضروا لعيبة النادي الاهلي. بحسين واحدة بكهربا واحدة ببرسي توي يتعزم هو وكهربا واحدة بطهر واحدة بكريم فؤاد واحدة. قال لا. هل ده يعقل في ماتش زي ده? طي. شوفنا كم من الانفرادات دي? ربك كرم. ورزق. وسجلت. سجلت. جي برسي توي وسجلت. دقيقة تمانية وتمانين. وصلنا للديقة تسعين. الحاكم قالك فيه خمس دقايق. خمس دقايق وقت محتسب بدل من الضائع. ها? نركز ولا نمشي على مهلنا? نمشي على مهلنا. كم اخطاء سازجة ما يحصلش في فرقة بحجم النادي الالف الهدف? اللي سكن شباك الشناوي. مش ممكن. هات وانا وريك. عمر السلية. محمد ارجع سلية. من كله بقى. ارجع. ادي من ناحية اللي مين جابها لك من بدري من اول انبارح. الراجل ماشي بيتحرك على مهل مهله. مين اللي راح قطع على الراجل هنا? مين البكريت اللي راح قطع على الراجل هنا? اهو السلية جنبه وهاني جنبه وتحته ديانج. اقطع. لأ. عدل ودخل جوه. وكل سنة وانت طيب. بصي اللقطة اللي بعدها. الراجل في حراسة وهمية من لعبة النادي الاهلي. مين بيعمل كده? قرار لعيب غلط. قرار لعيب غلط. مش ممكن. لما تيجي بقت رائب. انت كنت ممكن تسجل. وتخلص الجيم تلاتة اربعة مرتاح. ما عملتش كده. طب لما سجلت. ما حافظتش. انت اللي عملته ان انت هرب منك التركيز. ازا ارى ان هذا التوقيت هو توقيت حاسم ومهم للنادي الاهلي ولعبت النادي الاهلي. تبقى واقفة كويس قدام مسئولياتها. انت تقدر المباراة دي تخلص ما تيجي اكتر. ومش المباراة دي بس. واللي قبلها. واللي قبلها. اذا في مسئولية ملقاء على اللعيبة. مدير الفني مش هعملك اكتر من اللي عمله. مش هيوصلك للجون والشبكة فاضية والجون قدامك فاضي وهاتها جون. فانت ما بتجيبش. انا هعمل ايه? يعني انا جدع حطت نفسي النهاردة ما كان مدير الفني. كل حاجة قدامي متاحة من الشبكة دي تترقص وتتهزو قدامي. انا عملت الهومورك بتاعي. وانت وصلت لاخر حاجة. ده انا وصلتك ان الشبكة فاضية. فانت ما سجلتش. طب انا اعمل ايه بقى? فتيجي انت بعديها تنتقدنا انا. لا يبقى احنا يبقى احنا بنتكلمش كورة بقى. يبقى احنا بنتكلمش كورة. ازا التوقيت ده لازم لعبة النادي الاهلي تفهم وتراجع نفسها فيه. احساسي ان الحالة اللي كان عندها النادي الاهلي. وعلى لعبة النادي الاهلي. حالة اللي فيها اسرار. وفيها روح. وفيها جز في الكورة مش موجودة. ففي شدة محتاجة. يعني في الشدة محتاجة دلوقتي. والشدة محتاجة دلوقتي عشان انت متصدر المجموعة. فالدنيا كويسة. فالحق ازبط نفسك. عندك فرصة. ليه انت لسه واقف على رجلك. عالج دلوقتي وانت واقف على رجلك. ما تستنهاش تضطرب افق دماغك وبعد ما تضطرب اتقول تعالي عليها. فادي نقطة مهمة جدا. فيما اتعلق باداة الاهلي ونتيجة النادي الاهلي. اللي هيشوف عنوانها من برة هيقول متصدر. لا تكلمني يا شيخ. لكن جواها في تفاصيل كتير. مش هينفع. مش هينفع يا شيبة اقولك انت متصدر وما اقولكش ان فيه عند اللعيبة حالة من حالات الرعونة. وعدم اتباع التعليمات فيها. واضحة وصريحة. طيب.